ناسبت مرور استشهاد سيد الشهداء أبو عبد الله الحسين اللي هو شهيد الأمة العربية والإسلامية وشهيد الإنسانية ولأن ثورة الحسين ثورة إنسانية مو ثورة إسلامية فقط فهي تمثل روح الإنسانية لأن ثورة الحرية على الظلم والاستبداد على الطغاة ثورة مثلت كل أنواع الحرية ضد الظالمين والظلم فثار الحسين بثورته المشهودة المنشودة اللي عرفتها الإنسانية وبهذه المناسبة من هذه الثورة طلعت مجموعة من الشعائر شعائر اللطم وشعائر الإسبايات والتحديات بكل أنواعها ومن ضمن هذه الشعارات هو استعمال الأكل والشربة والشاي والأطعمة بالشوارع وعلم مرات وبأي منطقة وهذه شملت كل المسلمين شيعة وسنة مختصرت بس على الشيعة وإنما كل المسلمين ساهمت بيها واشتركت بيها لأنه هي ثورة الإنسانية أما بالنسبة طغت على هاي الصفة أكو صفة استعمال الشربة لكون الحسين سلام الله عليه حربة وثورة صارت في موسم صيف موسم الصيف يتمثل بالعطش الضمأ حرب وحصار بالماء فيمثل قمة الضمأ فهذا الضمأ بيش يطفأ يطفأ بالماء فأفضل من الماء واللي هو الماء أفضل كل المشروبات فالإنسانية فضلت الشربة بعد على الماء تكريما لعطش الحسين فاستعملوا الشرابة لإطفاء الضمأ اللي يقومون بمراسم حسينية فشوف هذه المادة استعملوها بأحسن أنواعها شرابة طبيعية وشرابة صناعية شرابة من عصائر الفواكه شرابة بالشكر وبأنواع الشكر الجيدة فاستعملوا يفننون بهاي الشرابة من كل أنواعها حتى يطفؤون ضمأ اللي يبجون على الحسين تكريما لضمأ الحسين فضمأ الحسين هو أثر على روح ونفسية كل إنسان شارك بهذه المراسم وأدوا الناس تكريما لهذا الضمأ هذه المراسم أدوها وبدون دفع وبدون مقابل اندفاع ذاتي كل إنسان يحاول هو يبذل أكثر من صاحبه تكريما لله ولرسوله ولآل بيت محمد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة